السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة السلام علي الله. اليوم بنتكلم عن موضوع جدلي كبير جدا. انا كنت كتبت ما سا اتحدث فيه اليوم. في جزء من كتاب بعض دور النشر لم ترد نشره. ده من خمس سنين او ست سنين تقريبا. اللي هو دور الجماعات الدينية اللي هي الكنائس والمساجد والمعابد والتشكيلات الدينية الاخرى. قبل ان نبدأ في كلام عن هذا الدور نريد ان نعرف الوطن والمجتمع والمواطن والتجمع. اهم عنصر في بناء اي مجتمع او اي وطن او اي تجمع بشري هو الانسان. اللي هو المواطن. اللي هو يملك الوطن ويملك المجتمع ويملك التجمع البشري الانسان. تجمع البشري قد يكون مجموعة من الناس معاهم الحيوانات والتيور تألفوا على انهم يعيشوا مع بعض وفي مصلحة بينهم. تتكون منها المجتمع تتكون من كل هذه المجميع البشرية اللي فيها كافة الخلائق اللي تعمل هذا المجتمع. اللي هو اصلا مجتمع المواطن. في كل مكونات التي تجعل المواطن قادرا عائل حياة. اما الوطن فبتكمن من كل هذه المجتمعات اللي بتكون الوطن هو الحيز الكبير اللي بيعيش فيه البشر وكل المقدرات الموجودة في الارض وفي محيطها في داخل هذا الوطن. نبنتكلم عن هذه التعريفات البسيطة التي لابد ان يدركها اللي هو رجل الشارع. فلا بد ان نعرف ان رجل الشارع الرجل او المرأة طبعا هو اهم عنصر في الوطن. واهم عنصر في الجامعية. واهم عنصر في المجتمع. واهم عنصر في الحزب. واهم عنصر في الجماعة الدينية. واهم عنصر في كل محور من محاول المجتمع او الوطن اللي هو بيعيش فيه. وهو فعلا المالك الحقيقي ولهذا الوطن بغض النظر عن عرقه او دينه او ثقافته او او الاخر الجماعة الدينية هي مجموعة من الناس ارادت ان تهيكل هيكل او تنشئ كيانه مجموعة من الناس ارادت ان تنشئ كيانا لها مرجعيته دينية وكل انشطة هذه المجموعة او هذا الكيان ترجع للمرجعية الدينية لها سواء كانت مسلمة مسيحية يهودية بوذية هندوسية سيخية الى اخر يبقى مجموعة من البشر ارتدت ان تكون كيان بغض النظر عن تسمية هذا الكيان ويكون هذا الكيان له مرجعية واهداف دينية تخدم كل الانشطة التي تقوم بها هذا الكيان او تقوم به هذه المجموعة واضح يبقى اي جماعة دينية سواء كانت مسجد او كنيسة او جمعية او جماعة او معبد الاخر هي ارتدت لنفسها ان تكون لها مرجعية دينية واضحة المعالم وان يكون اهداف عمل هذه الجماعة او الجمعية او المسجد الاخره هو انشطتها انها تحقق اهداف هذه المرجعية كل انشطتها ده من نسبة تعريف الجماعة الدينية ولا احنا ننتحدث عن اي مجموعة بذاتها اوكي بعد كده الجماعات الدينية في حياتها لابد يكون لها مسلكين اولا اقحام الدين في السياسة امر خطير جدا من الاول الدين هو مرجعية اعلى من السياسة اذا نظرنا على التغيرات اليومية الانية لأي مصار سياسي سنجدها تتغير بالثانية وبالدقيقة وبالساعة وسنجد ان مسالك السياسة هي مسالك غير مستوية غير مستقيمة كفي كثير من الاحيان ما يحدث فيها التدليس والكذب والنفاق والخداع الى اخر مصارات الدين مصارات مستقيمة ليست مصارات مرتوية قيم الدين قيم مستقيمة ليست قيم ميكافلية أسس ومبادئ الأديان مبادئ سماوية ربانية لا تتغير بسهولة تغير السياسي للمجتمع وهنا هو الخطورة ما بين مزج الاثنين في بعض السياسة تهين الدين لما تأتي به إلى قاع المجتمع من كان رئيسنا اليوم أصبح سجينا غدا أو أصبح شريدا غدا لماذا الاخلاف السياسي للمجتمع اللي فيه؟ ولذلك لابد ان يكون دور الجامعات الدينية اليمن المساجد للكنائس للمعابد لكل التشكيلات التي تجعل لها مرجعية دينية فيه مصارين مهمين جدا الأول هو الاهتمام بالدين واستنباط الأحكام منه لكي يصبح قيمة مجتمعية الثاني ألا تقحم نفسها في كل كبيرة وصغيرة في المجتمع بمعنى التغيرات السياسية اليومية إلا أن تصبح مرجعية فقط تسأل فاتوبي فالدور الأول فيه بتقوم به ممكن نرى فالبتكون بالتالي تهتم أهم شيء إحنا عشان قال الآن نعاني من شيء مهم جدا نعاني من عالمنا الذي نعيش فيه أصبح يفتقد للقيم والأخلاق والمبادئ الإنسانية حقا مش الدينية أصبح نعيش في فراغ اجتماعي قيمي أخلاقي مبادئ تغيرت السلوكيات تغيرت الأفكار تغيرت أصبح نعيش في عالم ضبابي مظلم لكثرة من يفتونا في الدين ومن يخدونا الدين بالسياسة إلى آخر فلابد أن تكون هذه الجماعة أو هذه المجموعة أو هذا المسجد أو هذه الكنيسة تهتم أول ما تهتم به إنها إبراز القيم المجتمعية السليمة أتنين إحداث ثقافة كيف نحدث ثقافة مجتمعية لها قيم؟ كيف يحدث المسجد أو الكنيسة أو المعبد أو أي تكوين ديني ثقافة جديدة لمجتمع يستطيع أن يتجانس مع بعضه البعض؟ إحداث ثقافات مجتمعية قويمة تكون لهذه الأديان واجهات إنسانية بعد كده الحقوق والواجبات للمجتمع من الذي سيعرضك في هذه الحقوق والواجبات المجتمعية؟ حقق أنت في الدستور من اللي سيعلمك إياه؟ واجبك تجاه المجتمع اللي أنت بتعيش فيه؟ المساجد والكنائس لا تكون مساجد لنصوص تلقى فلا يفهمها عامة الناس من المصليين والعباد لكن لابد أن نعلمهم بحققهم وواجباتهم الاجتهاد مبدأ الاجتهاد اتقفى خلاص وأصبح عفى عليه الزمن ولذلك تتخلف كل أمة لا تجعل الاجتهاد لها مبدأًا وتتخلف كل أمة لا يكن فيها التدافع ولو لا تدفع الله الناس بعدهم بعض لو دمج جوامع فلذلك لما ننظر لكل هذه الأمم التي لا تتدافع لتدافع أبنائها سلمياً لإبراز اكتهاد كل منهم فهي أمم متخلفة لذلك على الجماعات الدينية المسيحية والمسلمة واليهودية إلى آخره أن تجعلت من الاجتهاد مبدأاً راصخاً لها لكي تستطيع أن تتكيف معها أو تكيف هذه الاجتهادات لما تحتاجه المجتمع إيه عادات التقاليد التي يفضيها الدين؟ هي عادتنا التي نفتدناها وعيشنا معها طول هذه مئات السنين في هذه المجتمعات حلال والحرام طبعاً ده شيء واضح ومجاوم جداً والمشتبهات المصر العليا تأصيل التاريخ مين سيأصل لنا التاريخ؟ مين سيحاول يدافع عن الرموز بتاعتنا؟ لدور من الأدوار اللي غفرت عنها تماماً كل هذه التشكلات وأصبح كل منهم يتم بتأصيل تاريخ هو وتاريخ أصحابه وتاريخ مبدعي إلى آخره لكن التاريخ لا يقف على مجتمع واحد أو دين واحد أو ثقافة واحدة أو جمعية واحدة أو جماعة واحدة كتابة التاريخ ده أصبحت من أصعب الأشياء التي أصبحت نادرة فأصبح كل من يندس في هذه المنظومة الثقافية الكتابة يضع السم في العسل بالنسبة للشباب والأجال التي تقرأوا تأصيل التاريخ الفلسفات المجتمعية اللي يوجد من الثقافة اللي إحنا فيها مين اللي حيفكر فيها؟ أنا هعيش في النصوص فقط؟ ما فيش مانع أن أنا أحفظ النصوص؟ ما فيش مانع أن أنا أؤمن بالنصوص؟ لكن لابد أن أحول هذه النصوص إلى ثقافات وفلسفات مجتمعية تستطيع أن تشير عقول البشر هناك؟ الفقه المجتمع اللي هم تتكلم فيه لو لم يكن مدارس فقهية مجتمعية مختلفة داخل المجتمع لما استطعنا أن نوسع آفاق النقاش وأن نوسع آفاق الخلاف مع احترام كل مننا للآخر رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب ورأي غير صواب يحتمل الخطأ تعايش السلمي بين الأديان والثقافات والشعوب والمجتمعات ماذا عملها؟ لن يعملها السياسيين أبداً أبداً لماذا؟ لأن السياسي يريد أن يركب على المجتمع أما الدين وآفاقه تريد أن تبسط للمجتمع آفاق يستطيع أن يموا فوقها السياسي يريد أن يركب على المجتمع لكي يكون حاكماً أما الدين يبسط الأرض للمجتمع لكي يعيشه بكل هذه القيم والمبادئ والثقافات المتجانسة تعايش السلمي بناء الجسور المجتمعية بين الأديان والثقافات العراف نجد أن أغلب السياسيين يكسروا هذه الجسور فتتحول الدول إلى مجتمعات والمجتمعات إلى تجمعات بشرية ثم التجمعات البشرية إلى عائلات صغيرة وعائلات صغيرة إلى الأفراد فتستطيع بعض السياسيين أو كل السياسيين أنهم يتحكموا في مثل هذه التجمعات الدين بردك والجماعات دليل يجب أن تشجع الفنون والأداب أنها جزء من رغبات المواطنين وجزء من مواهب المواطنين يجب أن يكون هذا التشجيع للفنون والأداب إلى آخر إيجاد مناخ جديد كيف تصنع المؤسسات الدينية المناخ؟ كلمنا عن الثقافة، كلمنا عن الفلسفة، كلمنا عن المناخ كيف نحدث مناح جديد من خلال إنشاء الثقافات القيمة على فلسفات؟ لا هذه القيم والمبادئ التي نتحدث عنها والتي مرجعيتها دينية لكن ثقافتها شعبية وطنية مجتمعية هذه الأشياء نتكلم فيها عشان نخرج من الشرنقات التي نعيش فيها ونخرج من المعارك السياسية التي نقحم فيها الجماعات الدينية لتخسر فيها المعارك دائماً لماذا؟ لأن السياسة ملتوية، سياسة متغيرة، السياسة مبنية على متغيرات والدين مبنية على ثوابت قائمة نستطيع أن نجعل من هذه الثوابت مصارات لكل السياسات التي نتكلم عنها ده بالنسبة للدور الأول للجماعات الدنيا أما الدور التالي فهي إبراز إبراز أبناء لها من الذي سيعلم هذا البشر المساجد والكنائس والجمعيات إلى آخر؟ ليصبح هذا الفرد أو هذه الفرد رجل الأمراء مواطناً صالحاً ومتخصصاً في تخصصه الذي تعلم فيه التخصص المهني كان قبيباً أو مزارعاً أو مدرساً أو أستاذاً جامعياً أو سياسياً أو فقيهاً أو مهندساً أو عسكرياً مسكرياً رجل البوليس أو رجل الجيش إلى آخر إلى آخر ربط بيت الذي سيقوم بإعداد هذا الفرد هي الجماعات الدينية سواء كانت المساجد أو المساجد أو الكنائس أو كل هذه الكائنات والتشكيلات دور مهم جداً نحن نعاني الآن من هذه القيادات التي تقود وليس عندها أي قيم وأخلاقيات ومبادئ مبنية على الدين أو حتى مبنية على الوطنية أو حتى مبنية على الأخلاق أو حتى مبنية على القيم المجتمعية التي تورطناها أو حتى مبنية على التواصل والتحاب والتكامل بين المجتمع ليه؟ لأن كتير جداً من هذه الكيانات الدينية أقحمت نفسها في معارك سياسية فجعلت من الآخرين يشيطنونها ويبعدونها عن ما رسالتها الأساسية وهي الرسالة التي تقوم فيها الفرد السليم ليبني الوطن السليم والمجتمع السليم إذا أردنا أن نقارع أنا شاهدت بعض الأشياء لبعض المشايخ أو بعض الأساسة في التلفزيون وبيتكلموا مع ناس مهنيين في تقصات مختلفة مش تخصوصة كانت مش تخصوصة كانت تتكلم فيها ليه؟ أنت تجيب الشخص المهني المتخصص يتكلم فيها وتصبح أنت مرجعية أعلى من النقاش البيزانتي لو أقحمت نفسك في النقاش البيزانتي أنزلت بدرجة الدين إلى قاع المجتمع هذا بالنسبة لدور الشخص أو الدور الثاني للجماعات الدينية لا تبرز هؤلاء الناس وهم القادرين وفيه أمثلة كتيرة جداً مجدودة في العالم على هؤلاء الناس اللي نتكلم عنه فيه تاني اللي بعد كده ثم أبناء من تربوا في المساجد ومن تربوا في المعابد ومن تربوا في الكنائس إلى آخره هم القادرين على القيام بهذا الدور المجتمعي القائم على القيم المجتمعية التي فيها مبادئ وأسس دينية لها طيب بينهم والمجتمع العلاقة بين هؤلاء الأبناء والمجتمع هي علاقة احترام وتقدير وعلاقة مش احتواء يعني اللي أنا نسميه إيه السماح والأعتراف بالفضل لأن هؤلاء الناس لابد أن لا تكون اللي يكون من خلال تنبيتهم العقيدية أن يعلوا على المجتمع أو يستعلوا على المجتمع الذي هو جاهل لا أبدا كلما زددت علما كلما زددت تواضعا كلما تحسنت أخلاق أخلاقا لذلك صلى الله عليه وسلم ما نتكلم عنه كان خلقه القرآن ده في الأخلاق وهو كان أعلم من في الأرض في هذا الوقت لكن أكثرهم تواضعا وأكثرهم حلما وأكثرهم صبرا فأؤلاء الناس حينما يتواصلوا فيما بينهم وبعض وبتعددية الفقهية المجتمعية في كافة مناح المجتمع يؤمنوا بالتقويم والتصبيق اللاذب والأمن يؤمنوا بكل منا متخصص في مراجعية أنت مرجعية في أمراض النساء والولادة أنت مرجعية في الزراعة من غير التربة أنت مرجعية في علم الفضاء إلى آخر لكن في النهاية أبناء هذه الجماعات هم اللي ينزلوا للمجتمع ويحاولوا يقوموا ويبنوا مثل هذه المجتمع ده تعريف آخر من الجماعات الدلية هي الجماعات الفكرية هي جماعات فكرية ولابد عليها أن تملك وده أمر مخطير جداً أمر خطير جداً أن أبناء هذه الجماعات يعتقدون أن هذه الفكرة ملكاً لهم فيقتلونها الفكرة التي نشأت من خلال المجتهدين داخل هذه الكيانات ليست ملكاً لأحد في هذه الكيان إنما ملكاً للمجتمع فعلى فكرة الإسلام كدين أو المسيحية كدين أو اليهودية كدين أو البوذية كدين إن كانت حكراً على مجموعة لقدرة وهو ذات من يومها الأول لو كانت حكراً على قريش أو حكراً على أهل نصرية في سيدنا عيسى عليه السلام أو حكراً على بني إسرائيل فقط لماتت أو حكراً على من كانوا من أعوام بوذة إلى آخره لماتت من زمان ولكنها تمليك هذه الفكرة المجتمع لكي يتبنى المجتمع ويؤمن بها وينشرها من خلال ثقافاته التعددية وفلسفاته التعددية فالكينات الدينية التي لا تملك فكراها العالمجتمع تموت ويموت فكراها وقد ماتت الكثير من مثل هذه الكينات الدينية أو كينات أخرى المجتمعية التي لم تملك فكراها العالمجتمع ولم تجعى المجتمع يتفاعل إيجابياً مع أبعاد هذه الفكرة في كل مكان وفي كل زمان بثقافاته وفلسفاته المختلفة وده يبقى قصور في من يقومون على هذه الكينات الدينية كثير جدا في مثل هذه الكينات الدينية نؤله بدرجة تقليل المفكر وننسى الفكرة نقدس المفكر وننسى الفكرة وحتى أن البعض مننا يعتقد أن هذا له عصمة ومعصمة إلا للأنبياء ده خطر جدا كثير جدا من هذه الكينات الدينية تحافظ على الكيان أكثر ما تحافظ على الفكرة نفسها وتنسى الفكرة تحافظ على الهيكلية بتاعة الكيان وتنسى الفكرة وكيف أستفيد المجتمع منها فيعدون على الكيان بالنوارجز وهو مهم لكن ينسون الفكرة التي لابد عليهم من أن ينشروها داخل مثل هذه المجتمعات لذلك هذا الخلل ينم على عدم نظوب من يقومون على هذه الكينات وعدم معرفتهم بتغيرات المجتمعية والثقافات المجتمعية التي تنمو حولهم وهم لا يدلون من أين التجاه تأتي أو من أين التجاه تسير هنا خلل خلل تربوي وخلل هيكلي وخلل فهمي لأنهم لم ينفتحوا على المجتمعات ليستطيعوا أن يطوروا الفكرة ويملكوها لمثل هذه المجتمعات لكنهم انغلقوا على أنفسهم فحينما انغلق الإنسان على نفسه يصاب بأمراض كثيرة يقتله في هذا أضعف الجراسير لأن المناعة الداخلية للجسم تصبح ضعيفة جداً 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 وتكثر الخلافات والقيلة والقال في مثل هذه الكينات خلاصة في الآخر في كلمة كان ده كتب من ست سنين ويعني بس بقوله كده لأن الوحب بيراجع نفسه فيها الجماعات الواعية لسرعة التغيير المجتمعي وتحدد أدوارها الكبرى وترسم أبعاد مناخات هذا المجتمع دي اللي في الجماعات اللي بتفهم سواء كانت سياسية أو دينية أو ثقافية لكي تستمر لكي ترسم أبعاد مناخات هذا المجتمع وترتب مدارات أفلاكه ولا تنشغل بالفقه التحكمي تحكم في آراء الناس حتى في أرزاق الناس وعدم الانشغال بالفقه التحكمي العلوي بل الانشغال بمرونة إطلاق أبنائها دون الزمن اذهبوا هذه التشكيلات الواعية أو الكينات الواعية هي القادرة على بناء الأنسجة المجتمعية المؤسسة لقامة الحضرات يعني من يقوم بهذا اللي هي التي تعيش سرعة التغيير وتحدد أدوارها الكبرى وترسم أبعاد مناخات وترتب مدارات الأفراء ولا تنشغل ب تنشغل ب بالفقه التحكمه ده ما يتحركش منها ده ما يروعش إلى آخر بل تجعل أن أبناء هينطلق في كل مكان دي الهياكل والكينات التي تستطيع أن تبني المجتمعات أما العلويين المتحكمين فدول أصبحوا خالق التاريخ أما العلويين المتحكمين أصبحوا خالق التاريخ لأن دائما ما يريدون أن يتحكموا في قدرات أبناء قد جعلوا ثقف فكر وثقافة وعلم هؤلاء الأبناء عن هذه التشكلات وهذه الكينات في بعض في سؤال جيهنا هو ما ردكم على تعليل بعض الجماعات دخولهم معترك السياسة بمفهوم الشمولية ونجم أن نشارك كل المجالات كلمة شمولية كلمة فطفاضة تنفيذها صعب بمعنى أنا ممكن أن أكون مؤسسة ثقافية شاملة لكل مجالات الثقافة لكن قد لا أستطيع أن أحقق أو أنجز كل هذين مجالات فعلي أن أتخصص في مجال من مجالات الثقافة أنا فكرة شمولية الإسلام دين شامل والمسيحية كذلك إلى آخرية إلى آخرية فشمولية الفكرة لا تعني شمولية التطبيق شمولية الفكرة تعني سعة الأفق لكن التطبيق يعني الحرفية والمهنية ورؤية حاجة المجتمع كنت أتحدث مع بعض الشباب أمس على أن إحنا عايزين نبني شؤ للغلابة والمساكين فالخديق الجامعة تقولوا العيش شقة مثلا تمانين متر تسعين متر إلى آخر فالفكرة هي بناء الشقة لغالبية الناس اللي هما عندهم رأس مال متين أو تلتمائة ألف جنيه فراحوا بانوا شقة ها؟ متين متر و تلتمائة متر و تلتمائة متر و خصمائة متر متر و تلتمائة مليون جنيه وما بانوا شقة بس دي مش لعيزة المجتمع فكذلك شمولية الفكرة تعني أن في كل جذئية من جذئيات هذه الفكرة لابد أن يتخصص فيها من يفقى فيها وأن يقوم بها من يدرك حاجة المجتمع في هذا المجال لأن المجتمعات حاليا أصبحت معقدة و مركبة ومشاكلها أصبحت تعد أو تتوالد بالثانية والدقيقة والساعة فلن تستطيع حتى حكومة واحدة بشمولية الحكم أن تستطيع أن تقود مثل هذه المشاكل وتحلها إلا أن تشرك معها المجتمع المدني وتشرك معها المجتمع الرجال الأعمال لابد أن نراقبه وتشرك معها الأكاديميين لأن الحكومات بسلطتها التنفيذية قادرة على إصداد قرارات لكنها ليست قادرة على تنفيذ كل هذه القرارات والذي قد يصل بهذه القرارات إلى شاطئ النجاح هي مؤسسات المجتمع المدني فالشمولية شيء والمهنية في تنفيذ أجزاء هذه الشمولية تكون لمن يتخصص في هذا العمل شكرا ونراكم غدا إن شاء الله سوف نراكم أماما ربما في المدينة وعندما في المدينة والسلام عليكم ورحمة الله